بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بتقويم ودعم الدرسين الثالث والرابع مكون تاريخ المفيد في الاجتماعيات القسم الخامس طبعا ابتدائي إذن سنشرع على بركة الله عدنا هنا قالونا ألاحظ الصورة وأتعرف موضوعها ثم نعم سنلاحظ الصورة أولا عدنا الموقع الأثري كم كم منطقة أرفود جنوب شرق المغرب نعم الموقع الأثري منطقة أرفود جنوب شرق المغرب ثم نلاحظ هنا علماء طبعا يقومون بالتنقيب والبحث سنرى أسمي الموقع الأثري نعم أسمي الموقع الأثري الممثل في الصورة وأحدد موقعه إذن اسمية دياله هاي مكتوب هنا الموقع الأثري كم كم وطبعا الموقع دياله منطقة أرفود جنوب شرق المغرب ها الإجابة الموقع الأثري الممثل في الصورة اسمه كم كم طبعا كما جاء هنا ثم موقعه منطقة أرفود جنوب شرق المغرب جنوب شرق مغرف أرفود نعم السؤال الثاني أذكر المصطلح الذي يطلق على الأشياء التي يعطر عليها العلماء في مدى هذه المواقع ما هو المصطلح الذي يطلق على الأشياء التي يعطر عليها طبعا العلماء في هذه المواقع فهذا المصطلح اللقاء مهم المصطلح الذي يطلق على الأشياء التي يعطر عليها العلماء في مدى هذه المواقع هي طبعا اللقاء وهي ضقايا أتري اللقاء نعم كل ما يخلف الإنسان من مباني قديمة وطبعا حيلي وغير ذلك السؤال الثاني أصفوا طريقة عمل علماء الآطار والأدوات التي يشتغلون بها نعم سنرى كيف يقومون العلماء يطلقوا مصطرح طبعا تنقيب الآطار يقولنا على أعمال الحفر التي يقوم بها علماء الآطار في الحقل الآثري لاستخراج ماذا؟ التحاف اللقاء البقايا الآثري المدفونة طبعا تحت الأرض وكيف يتم هذه العمل بطريقة منتظمة ومنهجة أهم حاجاتها ليس مثلا كباقي الناس عملية الحفر وإنما بطريقة منتظمة ممنهجة تختلف عن أي أعمال الحفر أخرى وهي أسلوب والمنهج والمنهج العلمي للبحث عن الآطار الهدف هو استخراج واستخلاص الآطار من باطن الأرض وتسجيل أوصافها وأشكالها والمحافظة عليها وترميمها لإستنباط التاريخي منها وإلقاء أضواء جديدة على الحضارة الإنسانية المادية طبعا وتطورها ولكن هذه تعتبره شاهد الماديا ممادي كم علومات مهمة إذن نحن نكتفي بالأدوات التي يشتغلوا بالعلم طبعا كينا المطارق المجارف مجرفة المستديرة وكذلك المسطحة السؤال الموالي أسمي بعض المواقع الأثرية الأخرى الموجودة في المغرب إذن بعض المواقع نحن قمنا بالبحث ديالهم كينا هاي أشهر المواقع كينا صومعت حسان من البلايات الصريخية صومعت طبعا حسقنا المتميزة بالعاصمة المغربية رباط والتي شهدت في عاصر دولة الموحيدين عدنا جامع قراويين أو مسجد القراويين طبعا اللي موجود في فاس المغربية هاي بني عام 245 هجريات ثم عدنا جبل إغودا طبعا منطقة آسفي دار السلطان بالرباط جامع الكتوبية قصر الباهية حضائق المنارة هذو كلهم مواقع أثرية وهناك مواقع أخرى طبعا نمر إلى النشاط الثاني السعين بالوثيقة 3 صفحة 11 من الكتاب وأبحث فيها عن معلومات المطلوبة لملئ الجدول التالي بعد نقله في دفتاري إذن عدنا حوالي 3500 ميلاد هنا اختراع الكتابة هنا عصر ما قبل التاريخ العصر الحجري الحديد تميزة طبعا في ظهور الزراعات جل حيوانات استعمال المعادين كما درسنا هنا العصر الحجري القديم العصر الحجري تميزة حياة بداية تعتمد على التقاط تعتمد على اكتشاف النار هذه كانت أساسي اكتشاف النار هنا تميزة الحياة بالاستقرار لأنه ظهور الزراعة هنا طبعا عدم الاستقرار كان ترحال حوالي 3 ملايين سنة قبل الميلاد وطبعا هذا ما يقال أنه ظهور الإنسان ظهور الإنسان ثلاثة مليون سنة قبل الميلاد سنرى الإجابة إن كانت لها إذن حاولت 3500 ميلاد اخترار الكتابة هنا العصر الحجري الحديث هو تميزة بظهور الزراعات تتجين بعض الحيوانات فكان الاستقرار يعني بنوا مخيمات نعم العصر الحجري القديم سكن الكهوف تم اكتشاف النار تميزة بعدم الاستقرار في حين أنه 3 مليون سنة يقال ظهور الإنسان هنا الدرس الرابع المغرب القديم التأثير للحضاري المتبدل بين الفينيقيين والأمازيغ نعم نقرأه التمرين أخذوا في ارتياد السواحل الإفريقي بحثا عن العاج والذهاب وترددوا على الساحل المغربي ومكانت عمليات البحث المنجزة بناحية طنجة ليكسوس والصغيرة من العطور على الآثار التي خلفها مرور البحارة الفينيقيين بهذه المناطق طبعا نرقوا المزهريات حلي الذهاب والفضاء أواني خزافية طبعا كما أثبتت البحوت أنهم كانوا يقيمون علاقات تجارية مع القبائل الأمازيغية منذ القرن الثامن قبل الميلاد أقرأوا النص قرأناه حاولوا أتقرأه أكثر من ثلاث مرات أعرفوا بالفينيقيين وبين النشاط الذي كانوا يمارسونه مع القبائل الأمازيغية إذن النشاط الذي كانوا يمارسونه مع القبائل الأمازيغية هو نشاط التجارة والتعريف ديالهم راحنا إذن الفينيقيون شعبون ظهر بالشرق يعني بلبنان الحالية اشتهروا بالتجارة البحرية واتجهوا إلى الشمال الأفريقي منذ 1200 سنة قبل الميلاد طبعا عندنا هاتشي في الكتاب الدراسي وقلنا مارسوا التجارة وحدث المراكز التي تم فيها العطر على لقاء فينيقي وأذكر أنواع هذه اللقاء إذن هذه المناطق ناحية الطانجة، ليكسوس، صويرة واللقاء كي يلقوا المزهاريات، الحلي الذهب والفضة، أواني خزافية نعم المراء استخرجوا من النص نوعية العلاقة التي أقامها الفينيقيون مع السكر الأمازيغي من المغرب إذن كانت هذه علاقة تجارية علاقة تجارية تميزت بالتقاء وبحسن المعاملة هنا قلنا أصفوا الطريقة التي كان يتعامل بها الأمازيغ مع القرطاجين في التبادل التجاري إذن ما هي الطريقة التي كان يتعامل بها الأمازيغ مع القرطاجين كانت هي الطريقة ما تسمى بالمقايضة اللي هي تبادل سلعة بسلعة صنع ذلك إذن قلنا هنا النشاط الذي نرجع السؤال الأخر ممارسونه مع القبائل هي التجارة المراكز قلنا هي ناحية طانجة، ليكسوس، صويرة، اللقاء اللي كانت مزهارية اللقاء وحلي الذهب والفضة، وأواني خزافية العلاقة التي كانت أقامها الفينيقيونة مع السؤال الأمازيغ المغربية هي علاقات طبعا تجارية علاقة تجارية أو علاقة تجارية إذن أصفوا الطريقة التي كانت يتعامل بها الأمازيغ مع القرطاجين في التبادل المقايضة يتم تبادل سلعة بسلعة القرطاجين يفرغون منتجاتهم طبعا للسواحل المغربية والأمازيغ يضعون الذهب قبالة تلك المنتجات وطبعا ينتظرون أن القرطاجين هل قيمة الذهب توافق قيمة المنتجات إن كانت نعم ينساحبون، إن لم تكن طبعا يعودون إلى مراكبهم وينتظرون زيادة الذهب فكانت تميزت هنا المبادلة تجارية بابتقى وحسن المعاملة بابتقى وحسن المعاملة شكرا لكم